أهلا بيكو أصحابي الحلوين عاملين إيه وحشتوني خالص ورجعين مع حكاية الأرنب الشاطر والغزالة الطيبة كان يا مكان ولا يحلق كلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أرنب صغير اسمه رابو رابو كان أرنب شاطر جدا وزكي لكنه كان قليل الصبر ومش دايما بيفكر قبل ما يتصرف في يوم من الأيام رابو كان بيمشي في الغابة وفجأة شاف غزالة اسمها زوزو زوزو كانت بتبني بيتها الجديد في الغابة وعملت مجهود كبير جدا عشان تخلص البنى رابو قرر أنه يساعد الغزالة وقال لها أنا ممكن أساعدك في بنى البيت وإنتي ما كنتش محتاجة التعب ده كله أنا خبير في الحفر زوزو ابتسمت وقالت شكرا بس أنا مش عايزة مساعدة أنا ممكن أخلص الوحدة برحتي لكن رابو أصر وقال لأ أنا عارف إن أقدر أساعدك وأنا هشتغل معاك وفعلا يا أصحابي بدأ رابو يحفر بسرعة كبيرة بس للأسف لإنه ما كانتش فكر كويس الحفر بتاعه كان عشوائي وكله تلغبط غزالة شافت الوضع وقالت رابو بلاش تستعجل وتعمل الأمور بشكل سريع إحنا لازم نفكر كويس ونشتغل بهدوق رابو حس بالندم وقال آسف أنا فكرت إني هكون مفيد بس طلعت غلطان يلا بينا نهيد البنى من أول وجديد بس بهدوق الغزالة زوزو وافقت وتعلموا سوا إن التصرع ممكن يسبب مشاكل وإن التفكير والتخطيط الجيد هم المفتاح لنجاح أي مشروع وفي النهاية بنوا بيت جميل وأصبحوا أصدقاء مقربين رابو تعلم أهمية التفكير قبل التصرف وغزالة اتعلمت قيمة المساعدة والتعاون ومن ساعتها رابو بقى دايما يخطط قبل ما يعمل أي حاجة والغزالة زوزو بقت دايما تساعد الآخرين بكل حب واهتمام وتوتا توتا خلصت حكايتنا النهاردة استنوني يا أصحابي في حكاية جديدة هتوحشوني